وضح مجلس الضمان الصحي في لائحته التنفيذية للنظام الضمان الصحي ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين خصوصاً فيما يتعلق بالموافقات الطبية كما تضمنت معايير الخدمة الحالات التي تحتاج طلب موافقة وهي المعالجة في عيادات خارجية في حال كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة تزيد على 500 ريال حالات التنويب وهي حالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية للحالات غير الطارئة أما في الحالات الطارئة فإنه يتم البدء في معالجة المريض مباشرة دون أدنى تأخير وبعد ذلك يتم البدء في إجراءات طلب الموافقة ولطلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج يجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام نموذج طلب الموافقة المعتمد من قبل المجلس وإرساله لشركة التأمين خلال 15 دقيقة ويكون الرد من قبل شركات التأمين على طلب مقدم الخدمة بالموافقة خلال 60 دقيقة كحد أقصى من وقت الاستلام وإذا كان هناك أي استفسارات أو ملاحظات لشركة التأمين فإن مقدم الخدمة ملزم بالرد عليها خلال 30 دقيقة كحد أقصى من وقت الاستلام وفي حال لم يتم استلام مقدم الخدمة الرد في الوقت المحدد فيتم التعامل مع هذه الحالة على أساس الموافقة ولحفظ الحقوق فإن على كل من مقدمين الخدمة وشركات التأمين إنشاء سجل يدون به كل طلبات الموافقة وما آلت إليه وتسليمه للمجلس عند الطلب وعي تأميني أمثل لصحة أفضل مع تحيات مجلس الضمان الصحي التعاوني ترجمة نانسي قنقر